معايا سيد المستشار نادر سعد متحدث باسم الرئاسة الوزراء على الهواء مباشرة معايا الآن عبر التليفون سيد المستشار مساء الخير مساء الخير دكتور عمر اهلا بحضر اهلا بحضرك يا فاندم سيد المستشار يعني لسه كنت بتكلم انه السيد رئيس الوزراء يعني بدأ يستخدم مصطلحات كنا بنستمع اليها في الموجة الاولى من تفاشي الفيروس هل فعلا الحكومة ممكن تفكر في اغلاق كامل؟ هو الاغلاق الكامل هنا مش معناه اغلاق البلد بشكل كامل الاغلاق الكامل اللي قصده رئيس الوزراء هو ان احنا نضطر لاغلاق بعض الانشطة زي ما كنا بنعمل في الموجة الاولى لما بعض الانشطة كان نشطها او انشطتها معلقة تماما وغير عامل فهذا هو ما قصده وليس الاغلاق الكامل لسبب هو الاغلاق الكامل جرب في دول اخرى وله اثار اقتصادية طبعا ستية للغاية طيب اطرح السؤال بطريقة تانية ستة المسجد هل ممكن نعود الى اجراءات تم اتخاذها في الموجة الاولى يعني اغلاق جزئي؟ ده اللي تحدده بقى لجنة الازمات هنا على المعطيات على العرض يعني احنا القرارات اللي اتخذناها في الموجة الاولى اتخاذ بالاغلاق الجزئي كانت انعكاس لواقع معين كنا بنشهده ونلمسه في الموجة الاولى لو ترأى للجنة ان الامور لا قدر الله تستدعي هذا الاجراء فقطعا اللجنة مخولة بالتوصية باتخاذ هذه الاجراء لكن طبعا من السبب الاولى ان احنا نعرف بالزبط اذا كان هذا وارد ام لا لان اللجنة لم تنعقد ربما يكون هناك اجتماع للجنة في الاسبوع القادم مطلع الاسبوع القادم لتبحث الامر وتتخذ من الخطوات والاجراءات من شرط ان الاجراءات اللجنة هتطلع بيها يعني تصب في صالح الاغلاق الجزئي هناك قرارات اخرى مهمة ايضا ستبحثها اللجنة يأتي في مقدمتها تطبيق الغرامة غرامة عدم الاتزام بالاجراءات الاحترازية تطبيقها بشكل فوري على غير المخالفين وتغيير النظام الحالي اللي هو نظام انك تعمل محضر ويتحوله النيابة والنيابة تحوله المحكمة ان شاء الله بنتجه نحو التطبيق الفوري للغرامة تطبيق الفوري يعني في عين المكان يعني في المكان نفسه بالضبط في المكان اللي بيضبط فيه مخالف يتم توقيع الغرامة ويدفعها فوري بشكل فوري ومبالغ الغرامات او قيمة الغرامات يعني هل يحدث فيها تغيير هل فيه يعني رؤية جديدة مختلفة طبعا هيكون فيه تغيير في القيمة طالما هتطبق بشكل فوري لكن حتى لو القيمة قلت عن الحد الأقصى المطبق حاليا هو 4000 جنيه أيا كانت القيمة هيكون لها أثر أكبر بكثير من الأثر الذي تحدثه الغرامة التي تحصل بشكل متأخر لأن تحصيل الغرامة بشكل متأخر بعد عدة أشهر من ارتكاب المخالفة يعطي انطباع وولد بالفعل انطباع لدى الجميع بأن العقوبة غير مطبقة لكن التوقيع هذه العقوبة بشكل فوري أي كان المبلغ هذه العقوبة اللي هتحدده لها هيكون له أثر كبير في عودة الانضباط مرة أخرى طب سيد المستشار ما فيش احتفالات ما فيش تجمعات بمناسبة رأس السنة مش كده؟ طبعا كل الاحتفالات الخاصة برأس السنة أي أن كان مكانها في فنادق في تجمعات في أندية في أي مكان حتى في ساحات مفتوحة كل هذه التعاليات تم إلغاءها بقرار أو بتوضيهات من رئيس المزراء اليوم لن يكون هناك أي احتفالات برأس السنة دي قرارات مركزية يعني مش زي زمان في بعض الإجراءات المحافظين نفسهم ياخدوا قرارات فيها لا يعني هذا القرار عام يطبق في عموم الجمهورية وعلى السادة المحافظين طبعا متابعة التطبيق على الأرض وعلى كل جهة انفاذ القانون متابعته سواء وزارة التنمية المحلية المحافظات وزارة الفياحة فيما يخص الفنادق وعملها وزارة الشباب والرياضة فيما يخص الأندية ومراكز الشباب يعني كل جهة تقوم على التنفيذ في القطاع التابع له سيد المستشار وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد اتكلمت عن الوضع فيما يتعلق بأعداد الإصابات فيما يتعلق باستعدادات المستشفيات هل ما عرضته السيدة الوزيرة مطمئن؟ ما عرضته وزيرة الصحة اليوم هو هناك حقيقة تانية يجب ان احنا نذكرهم الحقيقة الاولى لان احنا عدد المستشفيات التي تعمل الان في سواء في العزل او في استقبال حالات الكورونا وصل لنفس العدد اللي كان بنستخدمه في زروة الموجة الاولى وده يعني دل على شيء فمنما يدل على ان الموجة التانية اللي بنشاهدها حاليا وصلت لمراحل يعني تمثل من الخطورة جرس انذار لنا نحنا استخدمنا لان العدد الكبير من المستشفيات اللي كان مستخدم فيه الموجة الاولى لكن في نفس الوقت هناك يعني معظم الحالات التي موجودة حاليا او التي يتم اكتشافها حالات الكورونا الجديدة معظمها حالات بسيطة لكن هذا لا ينفي وجود حالات تستدعي الدخول في المستشفيات سواء كانت حالات متوسطة او حالات حارجة وهذا وضع ضغط ايضا على اجهزة التنفس الصناعي الموجودة حاليا المستخدمة حاليا وصل الطاقة يعني الطاقة المستخدم منها حاليا الى 42% من هذه الاجهزة فاهمش عايزين نكسر حاجز الـ 50% او يتجه هذا الاتجاه تصعودي لان اخطر مراحل تعرضت لها الدول في السابق في الموجة الاولى هو عندما يحدث نقص فيه اجهزة التنفس الصناعي فالحذر مطلوب والالتزام بالاجراءات الاحترازية مطلوب حتى لا يزداد عدد المرضى من الحالات المتوسطة والحارجة في المستشفيات اخيرا نسات المستشار يعني المجلس النهاردة وافق على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحي وبالتأكيد القطاع السياحي يعني في مقدمة القطاعات اللي تأثرت بأزمة كورونا ولا تزال ممكن نعرف ايه بعد هذه الاجراءات يعني هي الاجراءات اللي اتخذها المجلس النهاردة لدعم القطاع السياحي ومساندة في هذه الظروف وايضا دعم شركات الطيران هي امتداد لما اتخذوا المجلس من قبل من قرارات تخصيف فالقرارات اليوم هي مد للمهل المنوحة لهم لفداد المتأخرات ووقف اي اجراءات تتعلق بالحج الاداري حتى 31 ديسمبر 2021 يعني لمدة عام كامل لن يكون هناك اي اجراء بالحجز الاداري ضد اي فندق او منشأة سياحية او شركة طيران زي ما اقول لحضرتك هي اجراءات ليست جديدة هو تم تطبيقها بالفعل من قبل المساندة في هذا القطاع وعندما ترأى لنا ان هذا القطاع قطاع السياحة وقطاع الطيران لا يزال بيعانوا تم الموافقة اليوم على مد هذه التسهيلة انا بشكرك شكرا جزيلا سيارة المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء